معاً يداً بيد نكفلهم، شعار أسقط من الورق إلى أرض الواقع بين أحضان جمعية كافل اليتيم لولاية خنشلة التي نظمت مأدبة غذاء ديوف شرفها خمسون يتيم مقبل على الامتحانات النهائية اليوم هو يوم لليتيم، يوم للتميز اليوم كان جمعية كافل اليتيم أقدمت على هذه المأدبة تدعيم لأبنائنا المتمدرسين والمقبلين على الامتحانات النهائية يعني نشكر كل من دعم هذا العملية هذه معاناة الأيتام واحتياجهم لحانان الآباء ذاب أمام هؤلاء فكسوة الامتحانات كانت ثاني هدية على يد الجمعية نشكر كل الذين يخدم فيه كافل اليتيم الذين يساعدون كمامات بابا ونشكر نطلب من الدولة أنهما تساعدونا في الظروف الصعبة نطلب من أهل السلطات بأنهم تكفلوا بنا كما بابا القنام أنا وخوتي أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين قول رسولنا الكريم في شأن اليتيم فهنيئا من ظفر بجوار سيد الخلق في الجنة ومد يده في الدنيا إلى يتيم معلول أو محتاج